السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الانجازات بالنسبة للانسان زي كده عارفين البنزين يعني انت معاك عربية فلازم تحط لها بنزين وصلت بنزين البنزين ده بيحرك لك العربية طيب السيارة دي بدون بنزين المحرك مش هيشتغل مش هيتحرك ما عندوش هيتحرك ازاي ما هو ما عندوش حاجة بتتحرق تطلع له طاقة طاقة الميكانيزم مش هيمشي وصلت كده فالانجاز مهم للانسان اقول لي ازاي ايوة ما هي دي مكافأة لك يعني اذا انت حستها بهذا الطريقة هتلاقي ان الانجاز مكافأة لك والمكافأة دي لما بتاخدها بتسعى انك تحصل على انجاز تاني وانجاز تالت وانجاز رابع طب حلو جدا لو انت ما استشعرتش الانجاز بشكل يومي هيكون صعب عليك ان انت تتحرك لتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم وتزود كفاقتك صح ولا انا غلطان يعني هاجبها لكم ببساطة جدا يعني انت لو قمت انت منتظر انت عامل تعريف للانجاز في مخيلتك الانجاز ده ممكن ايه مثلا شهدتك الجامعية ممكن شهادة الماجستير شهادة الدكتوراه فانت بتنتظر تلت اربع سنين اربع سنين ماجستير او تلاتة على حسب بتنتظر خمس ست سنين بي اتش دي بقى او طحن وشغل عملي وكتابة ونشر علمي انجاز انك تصل لوحدة الجوازها ممكن تكون بتحباها من ثانا ومثلا وانت عايز تتزوجها في الحلال وكل شيء ولكن فاكر ان ده انجاز طبعا ومتخيل ان ده انجاز وحاطت انك لما تنالي الانجاز ده هتسعد احنا للأسف الشديد ما عندناش ايدولوجية تعريف الانجاز حتى الصفر للخارج انت بتسعى وعملت جاهز استفاة وناس عملة تسأل اوه الصفر للخارج وا 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 انت متخيل ان الانجاز انك توصل للسفر للخارج فمنتظر ان السعادة والمكافأة بتاعتك والمتعة الحقيقية هتيجي لما تسافر ولما توصل للنقطة دي وهذا الكلام احنا هذا الكلام خطأ ان احنا نتعامل بيه مع انفسنا انا بشوف كده انا كرامزي بشوف ان ده خطأ ان استنى بنتي لما تخلص السنوية تسعد بانجازها ان هي عملت السنوية لا طبعا لا طبعا الانجاز احنا بنستشعره كل يوم في حياتنا كل يوم كل يوم لازم نستشعر الانجاز ان ربنا سبحانه وتعالى بعث فيك الروح مرة تانية والتنفس بعد ما تنام النوم الصغرى وتقوم النوم كده وتفوق وتشوف تصلي تقرأ وردك هنا انت بدأت ربنا سبحانه وتعالى اعطاك نعمة كبيرة تحمد الله عليها انك يوم جديد وعندك حاجات كتيرة في اليوم ده ممكن تعملها حلو كده طيب السؤال بقى احنا بنعمل حاجات كتيرة تستحق ان احنا نقول عليها انجاز في يومنا ده حقيقي لازم نستشعر الانجاز فيها صلاتك انجاز اللي انت الخمس صلوات في غيرك ما بيصلهمش في غيرك في حتة تانية خالص انت مش شايف يعني ممكن يكون ولا عزب الله هو على معاصي وابتلاقات ومشاكل وغير مؤمن تماما بالصلاة دي اساسا وهو مسلم عادي او يعني الفكرة كله انك تستشعر انت لما تصلي الخمس صلوات ده انجاز لما تبر ابوك وامك ده انجاز لما تفتح تذاكر على كتابك وتقرأ وساعة ساعتين ثلاثة ما اكرمك الله به ده انجاز ده انجاز لازم تستشعره لازم تستشعر في نهاية اليوم ان انت عملت مجموعة من الانجازات والنجاحات حقيقة ده ما هو حاجة من اتنين يا انت تعمل حاجات كويسة جدا وانت شايفة ان هي انجازات واد فاليو ليك في اليوم بتقرأ في كتاب خارجي بتسمع محاضرة الواحد بتبنيك روحانيا بتبنيك نفسيا بتبنيك علميا حد برا مجالك كل دي انجازات عادية بتزور صديق ليك بتدخل في صداقة وعلاقة مع شخص كويس بيعلمك حاجة جديدة ده انجاز لازم تتعامل مع انك انجاز you should appreciate that لازم ان انت تقدره حلو كده يبقى لازم نعرف ان الانجاز اي حاجة مفيدة مثمرة بتعود عليك في نفع ديني اخروي ده انجاز حلو كده ده مهم جدا لازم احنا نحط ده في الاطار الحقيقي بتاعه وما نعودش ما نعودش استنى تلات سنين اربع سنين على ما وصل لنهاية وارفع ايدي واقول اه انا اخدت البيتش دي الله انت بقى ان شاء الله لو انت من صغرك نفسك تاخد دكتوراه مثلا من جامعة اكسفورد او جامعة هارفرد وانت متعلق وحاسس هدنك مأجل السعادة والشعور بالانجاز والتميز لحد ان شاء الله ما تاخد الدكتوراه بعد عشرين خمسة وعشرين تلاتين سنة طيب ونفسيتك ايه اخبارها بقى هل انت كده هتبقى مبسوط هل انت كده عملت وسط صحي لنفسك هل انت كده اكرمت نفسك هل انت كده شجعتها اصلا ان هي بكرة وبعد 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 وتنجز هل انت شايف ان ده ان انت لما تعلق السعادة والمتعة والفرحة بانجاز بعيد حتى لو في المنال تقدر تستطيع له لكن بعيد هل انت شايف انك انت ارتباط الانجاز بالموضوع ده لعدة سنوات ده امر صحي لنفسيتك والادائك فاحنا لازم نعرف الموضوع ده لازم لازم في ناس ما يا رجل والله حتى يعني ممارسة الرياضة لو بتروح تمارس رياضة شوف ده انجاز رياضة بتروح تلعب متشكورة لو انت متجوز وعندك اولاد او انت متزوجة وراح بتمارس الرياضة مع بناتك او او اخ رايح مع اولاد انجاز جلوسك بين اولادك والنقاشات اللي بتتعمل يوميا وتسمع منهم وتصحبهم وتصدقهم انجاز لما تروح تتسوق لولادك وتجيب الاكل والشرب وفي صدقة اللي عز وجل لك بتنفق من جيبة ده انجاز فانا انا ايه انا ايه مشكلتي ان الناس كبتة نفسها يعني انا ايه مشكلتي ان انت ضاغط نفسك وواهم نفسك انك لازم تعمل بوم عشان تقول ان ده انجاز ليه مين اللي قال كده مين اللي عرف ده اصلا مين اللي عيشنا في وهم اني لازم اوصل اه مش عارف ايه واحد من العشرة الاواء لا يا حبيبي الانجاز حضرتك اللي بتعرفه وبتشوفه بايجابيتك وطبقى لاهدافك مش اهداف ايه حد تاني اهدافك انت اللي وضحها خطة كاتبها والله انا هدفي كذا 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 فانا كل يوم عشان اوصل لخطتي اللي انا وضحها لازم اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة فكل يوم بتعمل واحد اتنين تلاتة اربعة ببساطة شديدة بس كل يوم هو انجاز هيوصلك للهدف الاخير اللي انت عايزه وصلنا كده في الحتة دي طيب لازم يبقى الحتة دي لازم نعرف الانجاز ونبقى مدركين يعني انجاز ونستشعره ونحس ان ده مكافآت مكافآت ليك انك عملت في نهاية اليوم يبقى احنا لازم نعرف الانجاز تعريف صحيح بناء على اهدافنا واولوياتنا في الحياة صح وبعد ذلك نبدأ نسعى للخطوات اللي هي الخطة اللي انت حطتها دي تحط خطتك هتوصل لها في ايام وكل يوم يعتبر انجاز في نقطة تانية الا وهي اكرام الذات انا انا لازم ارضى عن نفسي زي ما هي اه في ناس تقولك ازاي دكتور ترضى عن نفسك ده احنا لازم بقى نجلد لا يا حبيبي لا يحبيبي لازم تتقبل نفسك وترضى عن نفسك كما هي بعبلها بعجرها وبجرها لازم تقبلها بذكاءها وغباءها بارهصتها وجمالها بعفويتها لازم لازم تبقى مبسوط انت خلقة الله عز وجل يعني انت متخيل ان انت صنعت صنعت الله عز وجل فانت متخيل ان انت صنعت ربنا سبحانه وتعالى فتخيل ان انت لا تبقى راضي عن شكلك ولا راضي على وظيفتك ولا راضي عن طريقك ولا راضي في تعاملك مع الناس وعمل تجلد في زادك انت متخيل ده ايه اصلا في البداية انت متخيل ده علاقتك بربنا هتبقى عاملة ازاي اصلا انت مش راضي عن نفسك ولا راضي عن خلقتك ولا راضي عن طريق التعاملك ولا راضي عن طريق مذاكرتك ولا راضي عن كريرك والله راضي عن اهلك والله العظيم انا واشوف ناس تايهة مش راضي عن اي حاجة اقولها وفاكر ان ده صحي فاكر انه هو لما يبقى ارتاتد كده ومتدايق ومخنوق ومتكدر وكاره الواقع بتاعه ولازم يتحرك يا حبيبي انت ضحية منظومة اللي بيتقال عليها ايه اسمهم ايه اللي هم بيطلعوا دول اسمهم ايه بيتقال عليهم ايه بتوع ايه اللي بيتكلموا في التنمية البشرية فيها شق محترم جدا وبروفيشنال وانا بسمح حاجات لكن فيها شق هبل ضايع امسك نفسك انت بتحققش حاجة اضرب نفسك بالجزمة اطلع اسمح الصحاب حجري انت تتحرك انت بالشجأ كل الكلام ده خرف لازم ترضى عن نفسك لازم تؤمن ان انت عادي جدا ان عندك اشكاليات في فهم مواد عادي جدا انك ما تقارنش نفسك بغيرك نهائي غيرك بيفهم من اول مرة بيذاكر اول مرة بيفهمها وانت بعد عشرة خمستاشر مرة عادي وما المشكلة في ذلك عادي جدا انك وانت بتذكر الموضوع ممل طبعا ممل ممل وهتتعب وقلة نوم وكدر وقلة مزاج عادي ايه المشكلة ليه تتخيل ان غيرك بيفهمها وهي طايرة لا ما بيفهماش مين اللي قال وربنا سبحانه وتعالى لو اعطى الملكة ان يقرأها من اول مرة وبيفهمها ويخدش حل في الامتحان صدقني انت هكون مميز في حاجات تانية عنه كتير هي سبحان الله هي ارزاق فلازم تارده لازم تارده بكسمتك ولازم تارده عن طريق تفكيرك حتى عشان رضاق ده نقطة ايجابية كبيرة جدا على اساسها هتكرم نفسك وصلت يعني ايه تكرم نفسك وانا لو مش راضي هجلدها هقنبها هكبتها هتيك هتيك طيب انت عندك عيل صغير بتربيه بالزبط هي دي النفس والنفسه كالطفل يعني انت الوقتي عندك عيل صغير كل ما تقابله تقول له انت سايق انت مفيش منك امل انت ضايع انت عشان تزاكر لي مادة عايز لك عايز لك تزاكرها عشرين مرة تلاتين يا عم سيبك من التعليم ده خالص يا عم مش عالي كل ده كبت 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 انا مش زي انه وتبدأ الطفل ده انت متخيل ان الطفل ده هيعمل حاجة هينجي انت خلاص حرقته الانتقاد الانتقاد وجلب الاخر وده لا يمكن الولد ده يكبر بهذا الشكل لا يمكن ده وسط توكسيك الكلمات اللي نزلة عليه السلبية دي بتفقده الثقة في نفسه اصلا والرضى عن الزاد يا اخوانا ده ممكن يروح ينتحر في طلبة بتنتحر من الكلام السلبي بتأثر عليها يقولك انا مفيش مني امل وخلاص يروح ينتحر متخيلين فتخيل انت بقى تعاملك مع نفسك انك بتتعامل بهذه الكيفية الا وهي جلد الزاد انت مخنوق من نفسك وانا مريد بالظرف ده وانا كنت في سنوي انا مريد بيه بحالة صعبة جدا انا مكونش راضي عن نفسي خالص خالص لا في الرياضيات ولا في الفيزيكس ولا حمواد كتير ما كنتش راضي لكن في الاخر بعد ما تعلمت وسنف اقولت لا انا كده وربنا سبحانه وتعالى اعطاني القدرات دي لازم من اول القدرات دي اللي ربنا اعطاني اياها وخلاني او سبحان الله ميزني بحاجات كتير جدا غير ما عندوش المميزات دي لازم اتحرك منها فانا لازم اتقبل نفسي لازم اكرم نفسي وارض عنها بازا شكل بس مش معنى اني اسبها في نفس المحطة بقى النام جانبيها لأ ده انا بكرمها وبحفزها وبشجعها عشان تكمل المشوار عشان تنجز وتشتغل بقى يوم بيوم وتحس بالانجازات وهنا هنا عقلك خلاص بيبدأ اه انا راضي عن نفسي سعيد بانجازاتي اليومية مبسوط نفسيتي حلوة حتى مهما كانت الضغطات دايما نقول مهما كانت الضغطات لازم نفسيتك تبقى في السحاب فوق فوق مهما كانت الضغطات الضغطات دي فيزيائية قلة نوم مذاكرة اجتهاد بس نفسيتك نفسيتك فوق وصلت دي مهمة جدا وتبقى على يقين شايف نفسك بعد عشر سنين بعد سنتين بعد ثلاثة انجازاتك الصغيرة دي هتوصلك كلنا انا بكلمك مرت من نفس المكان نفس المكان بس الفارق ان اغبطك برجلي والله العظيم اجيبك برجلي ما في واحد يعرف ياخدك من تحت هنا مش ليه كنتو انا بتكلم من الكلب اللي بيهوح وفيه هو انا جريت ولا اتحرك تب ما تيجي المهم فكنا بنقولي يا شباب قطع الحبل قطع الحبل انا كنت فين قولولي بقى كنت فين هتقولي بقى الكلب قطع الحبل بتاع البيهوح وفيه اجيب رجلي وهي خافت يعني مسكت فيه وكتفته يعني مش عارفة ان احنا بنفعاصهم في مصر دون كنا بنقولي يا شباب وقفنا الحد فين فبالنسبة للقلنا تحديد الانجازات اكرام النفس الوقت الوقت عشان تنجز لازم الوقت اوعى تظن معركتك الرئيسية يوميا مع الوقت انا باعتبر الوقت ده بالزبط كده خناقة اعتبر ان الوقت ده ناس بتتخانق عليه وقتك انت فيه خناقة عليه معركة عليه الفيسبوك عايز صحابك عايزين قعدة القهوة عايزة اللي الجامعة عايزة صحابك لو متزوج العائلة عايزة ربنا سبحانه وتعالى طبعا وقتك لوقت العبادتك فبالتالي الوقت ده لازم تتعامل معاه ان هو الرئيسي يعني انا النهار ده هو يوم جمعة عندنا شو؟ عندي جمعيتي رحت خلصت جمعيتي كان عندي لقاء رحت صليت الجمعة كان عندي لقاء عدت مع ناس عشان انجي او كده ومش عارف هو تدريس لغة عربية وقرآن وحاجات مندي وبعد كده مش عارف رحت عملت تسوقت عشان البيت وشها فيه خلصت وبعد كده انا موعدكم عندي تاس هو انا لو مش عندي بلان وخطة ليومي فانا هبقى خطة لاي حد تاني اتفقنا؟ الفكرة دي مهمة فانا بقول تاني الوقت الوقت ثم الوقت ثم الوقت حفظوا عليه هو ده الضمانة الوحيدة لو استغلت واستثمرت فيه صح هتوصلوا بإذن الله رب العالمين الوقت بقول تاني هو لفوا لفوا وارجعوا وانجزوا وعملوا اللي انتوا عايزينه يومك قضيته في ايه؟ حدثني عن يومك ماذا فعلت؟ اقولك بعد عشر سنين هتبقى فين؟ على طول كده يومك النهاردة النهاردة ماليش دعو باللي فات؟ انسى اللي فات ما تفكرش في اللي فات وما تجلتش زدك عليه نهائيا ولا تبذل فيه وقت اتعلم منه واتعلم من دروسه لكن دايما النهاردة مش بقره بقى وتقول تعمل خطط لبقره تب بعد وتنام وتصحى تاني يوم تنسى لا 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 ايه النهاردة انت النهاردة عندك ايه؟ انت النهاردة وراك ايه؟ عملت ايه؟ واحد اتنين تلاتة اربعة وقابل النهاردة حاسب نفسك ايه اللي انت عملته كويس؟ ايه اليوم كان عامل ازاي؟ مش عارف ايه؟ ايه عايز تأمل لازم لازم تأمل لازم نقاش وحديث مع النفس لازم طبعا الملهيات كتير المجريات كتير ترندات ترندات مولد السياسة والمال والاقتصاد وكورونا وحرب مولد والقرى ومحمد ترندات ومش عارف يعني يعني انت بتطلطش انت بتطلط انت لو فتحت الريلز اللي نازل اللي هي واحد دقيقة خمسين ثانية تلاتين ثانية مايش بش هتقوم انت لو فتحت الفيديوهات بتاعت الفيسبوك فيديو يجي فيديو فيديو تجي فيديو بتلاقي نفسك بالضبط ساعتين في تلاتة افاربعة طار لوقتك خلاص طار وقتك طار وقتك حرفيا معايا كده اتفاقنا في حتة الانجازات انجازات وازاي المكافئات لعقلك ان انت اخر اليوم لما بتحاسب نفسك اه اه ده انا والله النهاردة عملت كذا عملت كذا عملت كذا تنام وانت راضي عن نفسك طب فيه اخفاقات نعالجها بكرة بكرة هتعالجها بكرة في بلان بكرة في خطة بكرة تعالجها وصلت ومش معنى كده ان انا بقولك اقعد حياتك كلها لا مش مش شغل ومزاق ودرق لا الحياة لازم فيها توازن لازم فيها توازن بس في مراحل انت لازم تتعب جدا وتدوس اقصى بنزين عشان ما اتحكش عليك المراحل دي مرحلة الجامعة مرحلة الجامعة بقولها تاني مرحلة الجامعة مرحلة الماجستير عشر سنين بعد ما بتتخرج خدهم بقى في اي مجال العشر سنين دول عشان توقف تقول انا موجود في المجال ده ومتخصص وراجل في الحتة دي فده لازم تشتغل وتبذل مجهود فيه